اللي يبدأ شهر رمضان مجدا عازما على المغفرة وعلى العتق من نيران فهنيئا له يكمل ويطلب المزيد واللي يبدأ رمضان وهو متعطر ومتكاسل مع له غير إطرق أبواب المغفرة ويتذكر أن شهر رمضان أيام معدودات كيف ما قال الحق سبحانه وتعالى في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات أيام معدودات بمعنى سريعة الإنقضاء وما كنش مجال الكسل الله سبحانه وتعالى حبة الكرام بيلينا بأن الدنيا مجال دي التنافس ودي الصباق بين الناس في القرآن الكريم والفتن تباني لهذه المسألة بالتحديد في صورة آل عمران لما قال جل في علاه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الدهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه هي الآية رقم 14 من صورة آل عمران مباشرة الآية اللي بعدها اللي هي رقم 15 تقول فيها الحق سبحانه وتعالى قولا ونبئكم بخير من ذلكم يعني مني كيسمع الإنسان هذا السؤال قولا ونبئكم بخير من ذلكم كي تسأل شنو كين خير من اللي يجا في هذه الآية السابقة لأن الآية السابقة يا حباتي الكرام جمعات كل النعم والمالدات ديال البنية أي حاجة كيتمنها الإنسان كين في هذه الآية الأموال واللي فيها إشارة بالذهب والفضة الخيل المسومة اللي هي المركب الحسن النساء والبنين يعني أسرة مستقرة ودرية صالحة كل نعم ببنية قريبا وكل ما كيتشهاها الإنسان تجمع في هذه الآية الكريمة بمعنى تعرض علينا الله سبحانه وتعالى اللي خير من هذه الأمور اللي كانت نفسه فيها في الدنيا اللي هي جنات تجري من تحتها الأنهار النعيم المقيم خالدين فيها والنعيم اللي يكون فيه الخلود مش هو النعيم الزائل ديال البنية واللي حسن من هذا النعيم كله ردوان الله سبحانه وتعالى أحسن حاجة ينعم عليك الله بها وتفضل عليك بها هي أنه يرضى عليك الحق سبحانه وتعالى هذا هو ميدان الصباق المنافسة الحقيقية أحبة الكرام ميدان تصابق بين المؤمنين الأصفياء الأتقياء الأنقياء لأن سلعة الله الزوجة الغالية وسلعة الله هي الجنة واللي رغبنا الله سبحانه وتعالى فيها بالوصف ديالها الجميل في القرآن الكريم فقال جل في علاه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعيدت للمتقين وعيدت لمن يا ربي هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعيدت للمتقين هكذا حبة الكرام خسكن الشعر ديالنا كاملين في رمضان سارعوا إلى مغفرة من ربكم المصارعة والسبق خسكن لله سبحانه وتعالى والمغفرة ديال الدنوم ولرضينا البال في كتاب الله عز وجل كالقوبي أن منين تكون الحديث والكلام على المتعدية للآخرة الجنة والمغفرة تكون بسارعوا أو بصابقوا كما في آية أخرى سابقوا إلى مغفرة من ربكم ولكن من تكون الكلام على المتعدية للدنيا وطريقة العيش في الدنيا تقول لنا الله سبحانه وتعالى فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني غير بالمهل لأن الدنيا غير محطة وزائلة مش هي نعيم مقيم كنعيم الآخرة اللي يستحق من المصارعة فاللي يستحق المصارعة ولي يستحق الصباق الحقيقي أحبة الكرام هي المغفرة اللي تتوصلنا للجنة بإذن الله عز وجل ما تخليش أخي المشاهد أختي المشاهدة شي واحد يسبقك لهذه المغفرة ما تخليش واحد يسبقك الدخول من باب الرين وما تخليش واحد يسبقك الجنة عرضها السماوات والأرض وخجلنا تسع الجميع وتسع الكل ولكن فيها درجات أحبة الكرام أنت سابقوا على ذلك الدرجات واللي بقي ما استوعبش بأن رمضان دخل فيتذكر أن رمضان أيام معدودة واللي يسارع نحو المغفرة رمضان أحبة الكرام هو فرصة لمغفرة الدنوب ولما لحقتي تشهب من أبواب المغفرة في رمضان فأنت حقا مشؤوم والعياد بالله هلاش الإنسان لما لحق تبه من أبواب المغفرة مشؤوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رغم أنف مرئي أدرك رمضان فلم يغفر له الإنسان اللي تدرك رمضان وتلقى الأبواب ديال المغفرة كلها مفتحة في وجهه ومتي تغفرش له ومتي يمسحش الدنوب ومتي يبدأش صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى فهو حقا إنسان مشؤوم رمضان أحبة الكرام فرصة لمغفرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم عن أبي هرى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه هذا هو حل كثير الحمد لله في هذا شهر رمضان يعني النهار ذلك تدلصي صيام رمضان نسأل الله عز وجل أنه يوهبنا صيام إيمانا واحتسابا وقد تبات قايم صلاة الترويح إيمانا واحتسابا بإذن الله عز وجل فشنو كتكون نتيجة أن الله عز وجل تغفر لك الدنوب ديالك وكتبدا صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى واللي ما مستوعبش أحبة الكرام ولا ما قدرش يشوف النعمة دي الله سبحانه وتعالى فإنه يطول ليه العمر دياله حتى درك رمضان لأنه يطول لك الله العمر ديالك حتى درك رمضان هذه نعمة كبيرة خاص الإنسان يستوعب هذه النعمة ويحس بها ويعظم نعم الله عز وجل عليه اللي ما شيفش هذه النعمة يسمع معي لهذه القصة وهذا الحديث الطويل اللي جف كتب السنن عند أحمد في مسنده عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل يحكي طلحة ويقول أن رجلين قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فكان إسلامهما جميعا فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغز المجتهد منهما فاستشهد فمكت الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فرأيت في المنام والمنام دي الصحابي والرؤية دي الصاحب يا حبة الكرام مشيه بحل الرؤى دينا خصوصا إلى قرع لهذا الرؤية النبي عليه الصلاة والسلام قال فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إلي فقال ارجع فإنه لم يؤذن لك بعد فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك خلاصة مسبق في هذه الرواية دي طلحة أحبة الكرام أن زوج ديال الناس جوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا الإسلام فوقت واحد يعني البداية ديالتهم كانت معا واحد فيهم كان مجتهد في الطاعة معا نقولوش أن الآخر مقصر ولكن أحدهما كان أشد اجدهادا هذا المجتهد في الطاعات خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فغزوه فستشهد فجمع الأجر ديال الجهاد في العبادة زادوا على الأجر ديال الشهادة وكان عرفوا الشهادة والقيمة ديالها في الإسلام غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فستشهد فنال هذا الأجر العظيم ديال الشهادة الآخر بقى من موراه عام كامل وتوفى وفاة طبيعية طلحة بن عبيض الله لما يحكي ما شف المنام أنه خرج ملك من الجنة فاعطى الإيدن لهذاك لتوفى الأخر بش يدخل الجنة ومن بعد عادة عطى الإيدن اللي مجتهد في العبادة واللي استشهد فمنين حكوا هذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم فحدث طلحة به الناس فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام من أي ذلك تعجبون وكلنا أكيد كانت تعجبوا لأن كلنا كانت اعتقدوا بأن المستشهد فيهم اللي مجتهد في الطاعة هو اللي عادي ينال الشرف ديال دخول الجنة أولا النبي عليه الصلاة والسلام تفسرها لنا وكيب ينهلنا بطريقة اغتنام المواسم فقال عليه الصلاة والسلام من أي ذلك تعجبون فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد فدخل هذا الآخر الجنة قبله فقال عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أليس هذا قد مكت بعده سنة قالوا بلى يا رسول الله قال أليس قد أدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى يا رسول الله قال فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم على الفضل دي الله سبحانه وتعالى في بعض المواسم كان غفلوا عليه وما كان رضوش له البال النبي عليه الصلاة والسلام هناك كيف تنتبه ديالنا لجوش دي المساء المهمة أليس هذا قد أدرك رمضان فصام بمعنى صام رمضان ممكن يكون درك ليلة القدر وليلة القدر ب83 سنة ممكن يكون نال عتق من النيران في شليلة من هذه الليلة رمضان وإلى صام رمضان كله أقاموا إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من دنبه يعني فرصة أنك تدرك رمضان قد تنقلك نقلة أخرى نقلك نقلة نوعية في عالم المغفرة والمسارعة نحو الجنان وكل في انتباهنا النبي عليه الصلاة والسلام نسأل أخرى مهمة جدا أليس قد صلى كده وكده من سجدة احنا كان عرفوا بأن الصلوات المفروضة عندنا 17 ركعة في اليوم بمعنى العام سنة تجيب 615 ديال الركعات وبما أن كل ركعة فيها زوج ديال السجدات فهذا الذي توفي الآخر فات الذي توفي أولا بـ 12410 ديال الركعات هذه فقط الصلوات المفروضة وهذا إذا كان سبقه في الوفاة فما بالك إنسان أنت عيش معه في نفس الوقت وفي نفس العالم وحد يصلي وحد ما يصليش عرفتش حال ديال الركعات بش كيف يفوتك يعني في الملائي الأعلى هو عنصر آخر غير هذك العنصور اللي انت كتعرف على الأرض لأن الناس كتعرف على الأرض بالشوهيد ديالها بالقيمة ديالها بالحسب ديالها بالأمول ديالها ولكن كلنا عند سكان الملائي الأعلى كانت تعرفوا بالأعمال ديالنا والقربات ديالنا لله سبحانه وتعالى رمضان يا حبتي الكرام هو موسم للمغفرة يكفي أنك تخرج من رمضان بوسام ديال التقوى والمغفرة لأن إلا خرج بوسام ديال التقوى كتسهل عليك الاستقامة فيما بعد شنو الدليل على هذا المسألة يا حبتي الكرام الدليل عليها هو الحديث الذي رواه أبو هريرة يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت أول ليلة في رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن منك تصفد الشياطين يا حبتي الكرام شنو تبقى؟ شنو الباعت والداعي والمحرد على بعض المنكرات وبعض المعاصي وبعض الآثام التي نشوفها تتوقع قدامنا في نهار رمضان الباعت عليها هو النفس الأمارة بالسوء يعني رمضان إذا خرجت من أبو يسام التقوى يعني هدبتي هذه النفس الله تعطيك في رمضان وحد الفرصة ديال أنك تتعرف على العدو الحقيقي ديالك العدو الحقيقي ديالنا كين الشيطان هو العدو رقم واحد ولكن كين عدو آخر وأشد خطورة من الشيطان اللي هو النفس الأمارة بالسوء النفس التي بينا جنبينا أحبة الكرام رمضان فرصة لأننا نروضها بالنفس رمضان فرصة لأننا نهدبوها باش بقية شهور العام وبقية أيام العام احنا لنقودوها مش هي اللي تقودنا وما تكونش هي والشيطان عون علينا ولذلك رحم الله والإمام البوصير ولله يدره لما قال وخالف النفس والشيطان وعصيهما فإنهما محضاك النصحة فاتهمي النفس دائما خصت تكون متهمة مع مالك تعطيها تزكية الإنسان النفس دياله وكي اجتهت تزكية دياله ولكن ما كيزكيهاش لأنها دائما تسعى إلى الخمول إلى الكسل إلى الشهوات سأل الله عز وجل أحبة الكرام لي ولكم في هذه الأيام المباركة مغفرة الدنوب وستر العيوب وعطاء من الله غير محدود إلى أن ألقاكم مشاهدين الكرام من خلال حلقة جديدة من برنامج أنوار رمضانية دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة